وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين إن محادثات وقف إطلاق النار في غزة تمر الآن بلحظة حاسمة معتبراً أن جهود بلاده الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب قد تكون الفرصة الأفضل وربما الأخيرة لعادة الرهائن ويبدأ بلينكين اليوم محاولة لدفع المباحثات الهادفة إلى وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى ويلتق بلينكين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتنياهو ووزير الدفاعي وأفغالاند والرئيس إسحاق هيرتسوغ وفاد مصدر أمريكي مسؤول بأن بلينكين يسعى في زيارته التاسعة إلى المنطقة منذ السابع من أكتوبر إلى الضغط على جميع الأطراف لإقناعهم بأهمية إنجاز الأجزاء المتبقية من اتفاق الهدنة ونقلت وكالة رويتاز عن مسؤولين أمريكيين قولهم بوجود تفاؤل جديد بإمكانية إتمام الاتفاق إلى أنهم حذروا من وجود الكثير من العمل الذي يتعين القيام به هذه لحظة حاسمة في المحادثات وربما تكون الأفضل والأخيرة لإعادة المحتجزين لمنازلهم ووغف النار ووضع الجميع على أفضل مسار لتحقيق السلام والأمن أنا هنا كجزء من استراتيجية رئيس بايدن الدبلوماسية لمحاولة التوصل للاتفاق حان الوقت للتوصل لهذا الاتفاق إنها أيضا فرصة للتأكد من عدم وجود أحد يعرقل هذه العملية اشتركوا في القناة